موسيقى في قصة الحليب مع الملمر مع الزنجبيل ومع الثوم المفروم فهنا احنا تضع الزنجبيل والثوم والتامر هندي التامر هندي في السوق يتبع مكتوب عليها معجون التامر هندي هذا مغلف كيس لكن في بيتباع جاهز في السوق المعجون بيتبيع في قسم المأكلات الصينية الصيني والتايلندي وكده فلو مع فيش ده وحبين يستسهله ومش عايزين ينقعه كده ممكن يجيبه المعجون جاهز فإحنا هنا حطينا المعجون الطمر هندي أنا حطيته في المياه من المبارح والنهارده صفيته يعني شلت منه كل الحاجات اللي فيه وبعدين حطيت معاه توم هروس وحطيت الزنجبيل المبشور وهحط معاهم مغلف ماجي هنا الطمر هندي هنا الصوية هنا العسل دايما الصوية بتلاقي معاها يا عسل يا سكر بني هي لزعة فعلشان نشيل اللزوعة بتاعتها دايما علشان نوزن الطعم النكهات بنضيف دا عمتا يعني مش كل مرة بس عمتا بنضيف يا إما سكر بني يا إما عسل أنا بس هعامل فيها كده شوية شرحات طيب بس أنا حاخد دلوقتي البصل الأخضر وهحطه معا شوية من الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر الحراء هذا حار هذا حار هنخطهم فين في بطن السمكة بس اسمع هنخط شوية شوية بس مش كتير ملح وفلفل في بطن السمكة برضو؟ أه شوية بس يعني أنا أكل ونزغرة من الفلفل لا بس شوية صغيرين بس شوية صغيرين علشان خاطر نحط الخلطة بتاعتنا كيف ظلمنا يا محمد؟ شوفتي ما أنا أمامه هو؟ ربنا يسمحني بقى ما أنا أقول لك يعني هو ليه يفتحها بالمقلوب؟ لكي تفتح السمكة من الظهر ده لازم يبقى بناء على طلب الزبون أنا ما طلبتش أفتحها من الظهر فافتكرت إنه هو مش فتحها عرفت؟ طيب دلوتي هنعمل إيه هناخد السمكة بتاعتنا وحنتبّلها كويس بالخلطة بتاعتنا دي وبين الفتحات اللي عملناها خلطة التمر هندي لدعتها زاكي صح يا كتير 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 طيب هو يفضل طبعا دايما إنه إحنا لو كان فيه وقت نسيبها تتشرب أكتر نحط جوه برضو شون هو السمكة هاي؟ فارس فارس؟ اوه دعا خلينا يا دي أحسن موسيقى التوم والجنجر تمام تمام دلوقتي هنعمل إيه بقى؟ هناخدها هنخطها في الفرن على درجة حرارة 200 وبنسبها تقريبا يعني يمكن أربعين دقيقة أربعين دقيقة موسيقى 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 موسيقى